أهلا بكم في قناتنا قناة الترند النجوم لأخبار الفن والفناني قبل بداية متابعة الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصل لكم كل ما هو جديد من قناتنا بعد ظهوري بدون حجاب نجلة عبدالعزيز تناشد الجمهور وتطلب منهم مسح صورها أعلنت نجلة عبدالعزيز عن حقيقة الصور المنسوبة لها بعد الجدل التي سببت هذه الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل ساعات من اليوم ونشرت نجلة عبدالعزيز ريسالانسية عبر موقع سنابشات تحتوي على اعتراف على أن الصور المنسوبة لها حقيقية وعلقت مرت سنوات وجروح الصور القديمة لا زالت وأول مرة أبررها عالنا وانفجرت القنبلة للأولى والتالي ومرح أدر ألوم أحد بلوم نفسي لأن أنا وثقت بكثير ناس ورسلت لهم صوري خاص والحين هي صدمة ولا إيش كل شيء قاعد ينزل وبعد ذلك علقت برسالة ثانية تناشد فيه الجمهور بمساعدتها لعدم تداوس الصور وحثها بالسبب أنه يرى عائلتها وهذا ما جاء بالرسالة ايه أنا والحين بعد كلها التداول والكلام والششرة بقولكم أهلي وإخواتي وأنا والحولي من هارين جدا وولهم أمي وأهم شيء أمي لأنها جدا محافظة تكفون على شانها أبها الصور كلهم ينحفون من كل حساب الله يرضى عليكم مساعدوني بحثف كل شيء لأن الانتشار يخوف وتصدر هاشتاغ نجلاء عبدالعزيز موقع التغريدات القصيرة تويتر قبل ساعات من اليوم وانتشرت صورة جديدة للفاشنستة السعودية في أحدى الظور لها بدت خلالها بلوك مختلف تماما صدم الجمهور وظهرت نجلاء عبدالعزيز في الصور المتداول لها عبر مواقع التواصل الاجتماع بسطايل جديد وإطلال مختلفة عما اهتد عليه المتابعون وشبه كثيرون صور نجلاء عبدالعزيز بالفنانة اللبنانية مريان فارس وطلقت الفاشنستة السعودية العديد من الأسئلة حول تجديد إطلالتها وتغيير شكل شعرها بهذه الطريقة وطلبت منها إحدى المتابعات الإفساح عن طريقة عمل شعرها وقالت المتابعة في سؤال وجهته للفاشنستة السعودية نجلاء عبدالعزيز عبر حسابة في تطبيق سناب شات واش نوع البروتين حق الشعر اللي تستخدمه روز لتجيب نجلاء عبدالعزيز معضحة صرت جديد ستايل شعرها اللي سوت لي روز البروتين سوت لي شيء بشعري مدري كيف أشكرها عليه تخيلوا أنا من زمان أتمنى أكون بلوق مثل مريان فارس بالشعر ودايم الكيرلي ما يثبت معي الحين أبشركم ضبط مرة الكيرلي وانمتفجأة بشكل كتير شبهوني بمريان فارس يعني الحلم تحقق وأخيرا واختتمة نجلاء عبدالعزيز بأعلمكم عنها لما برجع الرياض إن شاء الله موسيقى